ترأس الفريق ركن معالي شيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب برعاية كريمة من سيادة الرئيس محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وقد ألقى معالي وزير الداخلية خلال اكتتاح الدورة كلمة مملكة البحرين قال فيها ايها الأخوة يتضمن جدول أعمالنا في هذا الاجتماع العديد من الموضوعات الأمنية الهام ومنها مشروع الاتفاقية الأمنية بين الدول العربية وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا إضافة إلى الاستراتيجية الأمنية العربية وكذلك الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والتي تعاملت معها الفرق واللجان المتخصصة وما استقر عليه اجتماع وكلاء وزرات الداخلية شاكرا لهم جميعا جهودهم المخلصة في مناقشة المواضيع المطروحة على جدول العمل أيها الأخوة إن الأمر الذي لابد من التوقف عنده في ظل هذا الحضور الأمنية المميز هو الوضع الأمني العام للدول العربية فإن اجتماعنا هذا في ظل هذه الظروف الأمنية الخطيرة يلقى أهمية كبرى ويعتبر فرصها أمنية نحن في أمس الحاجة لاستغلالها من أجل جمع ما تبقى من جبهتنا الأمنية العربية تلك الجبهة التي زادت عليها التحديات والمخاطر وتعددت أشكال التهديد لأمنها القوم فلكل بلد عربي تحدياتها الأمنية التي يتعامل معها وهي متفاوتة من بلد لآخر ولكن النتيجة المؤلمة هي تصدع تماسكنا الأمني العربي بشكل عام فقد كانت ثقافتنا في يوم من الأيام بأن لدينا عمقا عربيا يشكل ضمانة للاستغرار ولكن هذه الصورة وهذا الشعور لم يعد واقعا ملموسا الأمر الذي دفع إلى تعدد الأجندات الأمنية لدى الدول دفاعا عن أمنها واستقرارها أيها الإخوة إن الجهود العربية المبذولة للدفاع عن أمن الأمة من الأخطار الخارجية التي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود التي تبذلها الدول العربية في مواجهة ما يهددها من إرهاب هي جهود مقدرة ومطلوبة ونحن بحاجة للبناء عليها ودون مضاعفة هذه الجهود واستمرارها فلا نتوقع أن يكون المستقبل الأمني أفضل مما هو عليه اليوم وإذا لم نحاول نحن الوقوف على الوضع الأمني واقتراح الحلول الأمنية المطلوبة فمن يقوم بذلك؟ وإلا فكيف يمكن أن نخطط كل على حده لمستقبل آمن إذا لم نعالج واقعاً أيها الأخوة نلتقي اليوم والساحة العربية تشهد العديد من الأحداث والصراعات فقد أصبح العرب مشردين وقضية اللاجئين أصبحت أزمة إنسانية تعاني منها الدول وبخاصة مع استمرار العنف والاقتتال والتصعيد وتعقد المشهد السياسي مع عدم وجود مؤشرات حاسمة للقضاء على الإرهاب والتطرف الطائفي والذي لم تسلم منه حتى دور العبادة وتحقيقاً للاستقرار المنشود فالأمر يتطلب اتخاذ تدابيراً جماعية فاعلة للتصدي لهذا الخطر وفق الرؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد فمن خلال التجارب التي عشناها والأحداث التي شهدناها يتأكد لنا التلازم بين الأمن الوطني والأمن الأقليمي أيها الأخوة تشكل التدخلات الإيرانية خطراً على عدد من الدول العربية ولا يخفى عليكم بأن هذه التدخلات تتحرك على عدة محاول منها مساندة الإرهاب والتطرف الطائفي والمذهبي وتشجيع الفوضى والتدخلات السياسية والمشاريع الاقتصادية وحتى الإنسانية إنه عمل منظم يهدف إلى تحقيق الهيمنة الفارسية على حساب العروبة والوطنية مستخدمة أدرعها العدائية من خلال الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي وكذلك مؤسساتها الإعلامية والموالية لها ورغم كل المحاولات والدعوات لوقف التدخل الإيراني واحترام سيادة الدول وحق الجوار إلا أن الجهات الداعمة للإرهاب في إيران ما زالت ماضية في هذا النهج وإننا في البحرين تعاملنا مع هذا الخطر وكشفنا أبعاده وأفشلنا مخططاته وقد كلفنا ذلك عدداً من الشهداء وآلاف من المصابين وهو أمر ليس بجديد ولا يكفي بأن تكون هذه التدخلات الخطيرة مجرد خبر إعلامي لأنها تُشكِّل مخالفةً قانونية تُجرِّمها الأعراف والمواثيق الدولية ولكن مما يدعو للأسف أن ينالنا تهديد ينطلق من أراضي دول عربية إننا لم نتدخل بشأن أحد ولكننا لن نسمح بأن يُنتهك أمننا وتُسلب عروبتنا وسنحمي مجتمعنا من أي معتقدٍ مذهبي مبتدع من كل أشكال الولاءات الخارجية مثل الولاية الفقه ومن اقتنع بها فليذهب لها إن العروبة عايشت مع تعددية المذاهب والأعراق ولكنها حمت نفسها من الأطماع والانتهاكات الخارجية ومن هنا أيها الأخوة فإن وحدة الموقف واجتماع الكلمة وتضافر الجهود والوقوف بكل حزن هي الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات وإن الدفاع عن الأمن القومي مسؤولية مشتركة فقد أثبتت الوقاع والأحداث فاعلية الجهد العربي المشترك في وقف الأطماع الخارجية التي تهدد الأمة وهويتها أصحاب السموم أصحاب المعالي والسعادة وفي الختام فإنني أقترح على جمعكم الموقرة تشكيل فريق تحت إشراف الأمان العامة لدراسة الوضع الأمني العربي العام وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية وقد أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختم دورته الثالثة والثلاثين بيان ختميا تحت عنوان إعلان تونس لمكافحة الإرهاب جدد في إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وتمويلها كما دان البيان واقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في إيران واستنكاره الشديد للمضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم كما عبر وزراء الداخلية العرب عن إداناتهم الشديدة للعمل الإرهابية المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في العراق ودانوا بالشجب والاستنكار الشديدين الممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية وما يقوم به حزب الله الإرهابي من الممارسات والأعمال الخطيرة لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية كما أعلن الوزراء تأييدهم التام للتحالف العربي وتثمينهم للجهود التي يبدلها لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية وقد رافق معالي وزير الداخلية خلال زيارته وفد يضم عددا من كبار ضباط وزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر